صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنى كنا معكم شيدي فنفوج فوجا معظم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأشحار هم يستغفرون هاتان الآيتان الكريمتان نجلت في الصحابة من الأنصار كأنه أكو شريحة من صحابة النبي رضو الله عليهم من الأنصار هذول كانوا موضع تقدير وثناء القرآن الكريم مع أنهم عملهم اللي قاموا به يعني صلاة الليل ما كان هم ينوهون بيها أخفوها يعني موفلت شيء كانوا يظهروهما ما حاج يدري بيهم لكن الله عز وجل أراد تنويها بفضلهم أراد أن يعلي قدرهم ينوه بفضلهم فما دحهم بهذين الأمرين أولا تعبير القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع هو نوم الليل نوم الليل يعبر عنه باللغة هجوعة شيء قابل هي قابل الأرق يعني عدم النوم كأنه الله عز وجل عندما خلق الإنسان ركز في طبيعته مال فطري للنوم بالليل يعني أساس تركيب البدن أن الإنسان نومه اللي معد إلى واللي ينشج مع فطرته هو نوم الليل كأن النهار وضعه للشعي للحركة للانتشار للعمل والليل وضعه لأن يشتعيد الإنسان ما فقده خلال النهار من طاقة الطاقة اللي يفقدها خلال النهار أثناء العمل يشتعيدها عندما يهجع بالليل عندما ينام بالليل يعني هذا الوضع الطبيعي الله تبارك وتعالى صنف الوقت إلى ليل وإلى نهار وطبعاً أكو مصالح كثيرة في تصنيف الوقت إلى ليل ونهار أنت تعرف أن معنى الليل يعني غياب الشمس ومعنى النهار يعني طلوع الشمس هذه الشمس لو الظل طالعة مستمرة تحترق الأرض إذا أعلى جهة معينة إذا مواجهة للشمس على طول لأنها الطاقة الهائلة الطاقة اللي تصل إلىها من أشعة الشمس طاقة مروعة فتحرقها للأرض تنويع الوقت إلى ليل ونهار حتى يمكن الحياة من الاستمرار على سطح الكرة الأرضية لأنه لو قدر لها أن تستمر ليل خالص يتجمد تتحول إلى قطعة ثلج إذا لا نهار خالص الأرض تحرقها للتربة بعد ما يصير بها قابلية لا للحياة لا لحياة الإنسان ولا لحياة النبات طبعاً أكو أهداف كثيرة من تنويع الوقت إلى ليل ونهار وأهمها أن يضطي الروح حصتها ويضطي الجسد حصته نبأ لي يعني الجسد إلى حصة هي عبارة عن الراحة الاشتجمام الروح تريد الشعي والحركة والانتشار جمعين في هذا المعنى كأن القرآن الكريم يومين نظمنا بأنه إحنا وفرنا لكم حاجات الروح وحاجات الجسد وجعلنا النهار ما عاشا وجعلنا الليل لباسا الليل تعبير رائع ما اللباس الإنسان الواقع يلبس الليل يعني ضم الليل يهدأ يشتقر يهجع طيب سبب عدم الهجوع شنو أشبه مثلا واحد يشهر الليل على أساس طلب العلم يقول الشاعر ومن رام العلا شهر الليالي في شهر الليل أحيانا واحد يأخذ حصة من الليل لطلب العلم كيف شلون يعني يعني أنا أذكر واحد من العلماء سألوه قالوا لي من أستاذك أستاذك اللي يعلمك منه قال أستاذي أبو الجعل أبو الجعل هذا الطائر الأشوه اللي يطير نعم قالوا هذا أستاذي قالوا لي كيف قال أنا أبعد أغلب مطالعاتي أطالع بالليل أقرأ بالليل لشباب في النهار دوشة وأقفال وحركة فأستغل الفرصة فرصة هدوء الليل وأقرأ أكو عندي ضياء هذا الضياء إلى منارة إلى قائمة يعني كأنه هو من بلورة وهي البلورة ناعمة زجاجة وعلى رأس الزجاجة موضع حط بالشمعة نعم اللي نعبر عنه شمعدان من البلور جين يقول هذا أبو جعل اجتم رائحة الزيت اللي موجود بالضياء فإجل ساعة قام يصعد على هالقائمة هاي مال الضياء هاي ناعمة صيقلية كان من يصعد يزلق يوقع ما بطل المحاولة يقول أنا مراقبة يصعد ويوقع ويصعد يوقع إلى الفجر يقول ما بطل أبدا إلى أن قدر في صعدة من الصعدات أن يوصل إلى الزيت يمتص منه يقول هذا علمني الصبر والدأب الطاني درس عملي في أن الإنسان إذا أراد شيء وداوم عليه يشوي ماكو شيء يوقف أمام الإرادة نعم وفعلا أنت لما ترجع إلى تاريخ علمان في واقع الأمر كان أكو من عجهم تقرأ في تراجمهم أكو بعضهم ما عند حتى ثمن الشراج نبه لي ثمن شراج ما عنده ثمن يعني مبلغ من المال يشتري به جيت للشراج أو نفط مثلا ما عنده يطلع يطالع يقرأ بكتاب على الضياء ما للشارع نعم اللي كانت توضع الضياء اللي يوضع بالشارع يروح يقرأ عليه ومع ذلك أعطونا عطاء رائع أعطونا عطاء غاية بالروع يعني لما ترجع الآن إلى مؤلفاتهم تلقى مؤلفات ضخمة ودشمة وبها عطاء نعم وهم عايشين على هالشضف يعني واحدهم يحصل الرغيف يوم يحصل يحصل ثمن الضياء ومع ذلك أعطوها الإنتاج والآن تلقى والحمد لله في عصر الكهرباء كل الأدوات ميسرة بين يديه طباعة الكتاب طباعة أنيقة والضياء متوفر وما تلقى لك أي عطاء يعني يا دوبك تلقى واحد يألف لكتاب وغالبا تلقى كتاب هجيل هم كتاب ما بيه فرد يعني فرد فائدة أو فجدوى شيء غريب يعني هذول إش كان عطاءهم عطاء لا حدود له وحياتك بعض فقهانة يعني لما تريد تقشم الكتب اللي أنتجها اللي ألفها توزعها على أيام حياتها يعني تلقى يومية ست سبع كراريش تأليفا وكتابة وإعدادا شيء يعني غريب هذا وله الله عز وجل مبارك في أوقاتهم يعني في واقع الأمر وألان تلقى معها الأسباب المتوفرة وعندنا هاللون من الخمول هاللون من الكسل هاللون من الابتعاد عن العلم ذول كان الليل يشهد لهم جولات في شبيل طلب العلم يجنع لي الليل ويغتنم هالفرر ويشأر حتى يحصل على المشألة ويصل إلى الثمر المرجوة من وراء طلب العلم واحد لا قد يشهر يأرق مو من أجل هذا يأرق من أجل مشكلة عنده من المشاكل أنا أتخطر هذا عمر ابن معدي كرب عنده أخت أشرت تعرف ذول كان حياتهم قائمة على الغارات يصير الليل يغير بعضهم على بعض يأخذون أشرة أشرت أخته واسمها ريحانة هذا كان إذا جنع لي الليل يترى آل أن يسمع صوت استنجادها أنها تستنجد به نعم ما ينام يأخذ شيفه ويقطع الغرفة ذهابا ويابا ويردد أمن ريحانة الداعي الشميع أمن ريحانة الداعي الشميع يناديني وأصحابي هجوع في ما يعرق يعني مو هادئ أبدا ما منشتقر إلى أن اشتعاد أخته أشرها الصمة أبو دريد إلى أن أرجعت له المهم أن هذا كان يؤرقه صوت شبيه تعز عليه أصحابي على أسف الآن تجي لي أنا إحنا كمسلمين مشبيئ في كل مكان أبدا والله وكيلك ما عدنا نشبة من الغيرة اتحركنا ورحم الله بعض دبائنا يقول قد اشترد الشبايا كل منهجم لم يبق في رقه إلا شبايانا ألا نموت على حد الضبا كرما حتى لقد خجلت منا منا المهم أن قد يؤرقه حدث من هذا النوع فلا يهجع ولا يشتقر ها واحد لا ولا إذا جن عليه الليل يؤرقه خوف الله عز وجل وهذا المراد المشار إلى بالآية هنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يقصد هؤلاء الذين أشهرهم خوف الله عز وجل هذا كأنه بالليل شو الذهن أصفى كل انقطاع يكون أكثر يتجهون إلى الله شو الرواية الرواية تقول أن الله عز وجل أوحى إلى موسى يا أبنى عمران هبلي من عينك الدموع ومن قلبك الخشوع ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ذول كانوا إذا جن عليهم الليل تشوف أكفهم مرتفع بالضراعة إلى الله عز وجل مرتفع بسؤال الله تبارك وتعالى ذول يؤرقهم خوف الله يؤرقهم نعم خوف الله وهذا لون من الأرق اللي يعتبر من الأوقات اللي تقضى بالعبادة وترى أكو نوع من الأرق من هالنوع يعني إحنا لن نقصر ميدان العبادة على بس الصلاة أفرض أو الصوم لا أكو بعض الناس يجنع لي الليل ويقول لك أنا عندي مثلا شت سبع أطفال وعندي عائلة والظروف صعبة وأريد أكل حلال ما أريد أكل حرام يفكر كيف يوفر لذول الرغيب كيف يشتر عياله هذا اللون من الأرق عبادة هذا اللون من التفكير عبادة من عدم النوم هذا التقلب هذا يكون موضع رحمة الله لأن يجي يفكر بأن يأكل منين عن الطريق الصحيح عن الطريق الشليم الطريق النظيف الطريق الذي لا يسخط الله ولا يخدش الكرام هذا في واقع الأمر أيضا يبيت وهو مرسود بعناية الله عز وجل لأن هاللون من الشهر هو شهر في طاعة الله أرجع إلى الآية الآية تقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هاي بناء على شنو بناء على أن قليل صفة للهجوع يعني أن هجوعهم نومهم بالليل قليل وأغلب الليل شهره في الطاعة أكوراي آخر قابله أن معنى قوله تعالى كانوا قليلا بالليل ما يهجعون أن قليل صفة لمن لم يهجع مو للهجوع شلون يعني يعني أن دول اللي ما يهجعون بالليل قليلين نبه يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما تصير نافية هاي دول قليل اللي ما يهجع وإلا الأعم الأغلب يأخذ النوم نبه لي شوه يأخذ نوم أكو نمط من هالنوح هذا يعني ما أكو حصة في ليلة لله عز وجل فاتحصة بليلة لله ما أكو ما يخطرب ذهن يوم من الأيام فاتركع تيانا أربع ركع يتجي بها إلى الله تبارك وتعالى يبث همومة وآلامة ومشاكلة ويكون مشدود شوية للسماء يكون مشدود يعني يتعب هالجسد في سبيل راحت في المستقبل نعم لا العم الأغلب يعطي الجسد يسلم الجسد للنوم ما يشلم إلى شيء من التوجه إلى الله يمو هاي أكفد عرابي يشألوه قالوا لي أنت تقوم الليل طبعا يقصدون بقيام الليل يعني صلاة الليل قالوا نعم أقوم الليل قالوا لي ما تصنع قال أبول وأرجع أنام هذا يكون نوع من هالنوع نعم يقوم الليل الواقع إحنا أساسين من عندنا خلننأدي فرائضنا أم ما يخالف ما يخالف مع الأسف تلقى مجتمعنا الإسلامي يعني مجتمع نشبة الصلاة بي نشبة اليام تبعث على الألم ما جيط الإنشان ما يكلف الإنشان نفسه أن يعطي لله عز وجل من وقت دقائق لأداء ما افترض الله عز وجل عليه مع أن الصلاة هوية المسلم هو عماد الإيمان ونور الوج والضجيع بالقابر نعم الضجيع اللي يكون إلى جانب إذا وضع الصلاة الصلاة في واقع الأمر صلة بين العبد وربه الصلاة جدول جدول الثر اللي مملوء من العطاء لأنه جدول يصلك بالله عز وجل تشتلهم منه وتأخذ منه العطاء ما تريد أنت في رحابة الآن أنت إذا في رحاب كريم في الدنيا يغذق عليك عطاءه ما رأيك بالله عز وجل رب العطاء في الواقع أنه ذول اللي يهجعون بالليل لا يهجعون بالليل قليل ذول وفعلا قليل كأن مفاد الآية يعني الذين آمنوا وعملوا الشالحات وقليل ماهم نبه كأنه مفاد الآية هذا المفاد أن الذين يشهرون بالليل خوفا من الله أو لطاعة الله وتقربا إلى الله ذول قليلين وفعلا هذا المعنى كان معروف في بيوت آل محمد اللي إذا جن عليها الليل يسمع لهم دوي كدوي النحل يعني محاريبهم عامر بذكر الله تبارك وتعالى مو أبو الدرداء يقول رأيت علي ابن ابو طالب يوما من الأيام أبعد طلع إلى بعيلات النخل بعيلات النخل يعني النخل اللي يشرب الماء بعروقه النخل اللي ما يم منبع ما الماء يمتص الماء بعرق يسموه بعل زين بعيلات يعني أطراف المدينة أبعد لما خرج أبعد إلى هنا يقول اتبعت شكو عند وين رأيته استقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وأما إليه الخائفون فرأوه موعلا ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا متى يشتريح من نصب لغيرك نفسه أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك ثم صف قدمه لم يجل قائما وقاعدا وراكعا وشاجدا حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج قام رفع طرفه إلى السماء قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقضي من خدمتك وطراء ولا من مناجاتك صدراء يقول شمعت تهمهم شفتاه ثم صلى صلاة الصبح وسجد أسمع في سجود يناجي ربه ثم سقط كالخشبة اليابسة يقول جيت إلى الدار طرقت باب الدار شافوني بالطراب قالوا لي ما وراءك قلت لقد مات علي ابن أبي طالب قالوا لي ما الخبر وقال شفت هالشكل شو وطاح على الأرض قالوا على رسلك هايه الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله صلوات الله عليك يا انا اخذ ذكر والمحراء انجن ليله وصنو القنى والشيء انطلع الفجر وفارس وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمزوده ذخر شتلقاه حيا بالروائع كلها وفي كل وفي كل صدر من روائعه صاطر فان قيل هذا قبره قلت اربعه اهذا الكيان الضخم يجمعه قبره في الواقع ان الليالي هؤلاء هي الليالي العامرة بذكر الله عز وجل ولذلك هذا المعنى صدع به الشاعر الفحل هذا الرائع ابو فراش هذا مفخرة التأريخ اللي يقولون انه بدأ الشعر بملك وختم بملك بدأ بمرئ القيش وختم بابي فراش ابو فراش الواقع من امراء البيان ومن الشعراء المبدئيين اصحاب المواقف نعم عند مبدأ يعني رجل تعتبر من حملة المواقف من ذوي المبادئ الرائعة لان هذا الرجل ما كان شعر يوم من الايام وسيلة من وسائل الضع ما جعل شعر اداة للارتجاق ابدا شعر كان موجه شعر مبدئي للوفاء وللمبدأ المؤشف ان هذا الرجل يعني ما حصل ما يستحق من تحليل لشخصيته او دراشه والغريب ان الشعراء تقاع شعر وهو من امراء البيان من امراء الشعر فشاء اكو هالسنة بالمناسبة في امل اكو مجموعة من الودباء في دمشق عدهم عزم على ان شوول ذكره بمناسبة مرور الف عام وطلب واحد من عدهم يعني احد الدكاترة قابرني وطلب مني الاشتراك قلت لا انا اشترك وفعلا انا اعدد الى قصيدة على ما اتخطر مطلعها عندي موجودة لو قدر ان يكون المهرجان ساشترك ان شاء الله اقول بيها اليا الف وما زالت ملامحك الغر تمر كأن الموت ما بيننا جسر في الواقع هذا الرجل كان مفخر من مفاخر التاريخ كان رجل غاية بالروعة في التجامه وحفاظه على المبدأ وهذا حرك شيء شنو حرك ان دخل الى بعض الخلفاء العباشيين شمعه ينال من الزهراء شلام الله عليه يقول يفخر علينا بنه فاطمة بفاطمة ومنه يا فاطمة امرأة وجعل ينال من الزهراء هما هما الذول هواي خشيشين هواي معتهم كرامة يعني وفاء معتهم فطلع فطلع الرجل طلع منفعل طلع اخذ مجموعة من عشيرته من حمدان لان حمدان ذول اولاد حمدون ابن تغلب ابن وائل ثم توجه خاطب العباشين يا باعة الخمر يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم تنشى التلاوة في أبياتهم شحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم هذا موضع الشاهد تنشى التلاوة في أبياتهم شحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم إذا تلوا آية غنى خطيبكم وقف بالديار التي لم يعفها قدم أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم هيها لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم ليس الرشيد كموسى بالقياش ولا مأمونكم كالرضى إن أنصف الحكام هالميمية الرائعة هاي المملوء بالعطاء قرأها وفرق وطلع والسيوف معقودة عليه ما قدر واحد يدناله بشيء خلع خرج بهالموقف المبدأ الرائع أو إلى الرجل المواقف أكثر من موقف إلى أكثر من موقف من المواقف الرائعة المهم موضع الشاهد إقار بين البيتين يقولهم ذول بيوتهم إذا جن الليل كلها صلاة وعبادة وورع وتقوى وبيوتكم إذا جن عليها الليل ما فيها إلا الأوتار والنظم أعود للآية الآية إذن تقول كانوا قليلا من يعني الذين لا يهجعون بالليل ذول قليلين فئة قليلة فئة قليلة ما في شك أن ذول الرهبان رهبان الليل الذين إذا جن عليهم الليل مكانهم المحراب ونفوسهم متعلقة بذكر الله عز وجل هذا المعنى الثاني للآية ثم انتقلت الآية قالت وبالأشحار هم يستغفرون جن ليش بالأشحار هم يستغفرون مع العلم أن باب الله عز وجل في كل وقت منفتح باب الله تبارك وتعالى مفتوح للسائلين أبوابهم مفتحات للسائلين ما أكو وقت من الأوقات البارئة عز وجل ما يشد بابه في لحظة من اللحظات ولا في شاعة من الشاعات دائما بابه مفتحات بش ليش بش بالسحر هم الحقيقة هناك أشباب السبب الأول أن الشحر موطن من مواطن اشتجابة الدعاء يعني هذا الوقت منصوص عليه بأن موطن من المواطن التي اختارها الله لأن يدعى بها شلون يعني الله عز وجل اختار مواقع مثلاً أكو أمكن مقدشة اختارها وأكو أوقات مقدشة فضل رمضان على باقي الشهور ورمضان حصة من الوقت كذلك الشحر حصة من الوقت الله عز وجل طلب الانقطاع إليه في هذا الوقت لأن هذا موطن من مواطن اشتجابة الدعاء شنو يقول الشاعر لا تظلماً إذا ما كنت مقتدراً الظلم مصدره يفضي إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي هي هاي دعاء الشحر شنو المعتصم لما أسس مدينة بغداء العفو لما أسس جيش التركي يعني جاب الأتراك وجعلهم في بغداد أراد ينسوي موازنة بينهم بين العرب لأن كان يخشى من سطوة العرب به جاب الأتراك يشتعين بهم على العرب واللفلة منهم جيش ضخم كانوا ذول يطلعون بالشوارع قد يشحبون المارة يعتدون فوقفوا لبعض رجالاتهم قالوا لانتقل بجيشك عننا وإلا حاربناك قلوا بماذا تحاربوني قالوا لنحاربك بدعاء الشحر قال هذا جيش لا أقوى على قتاله أنا أنتقل نعم ونعمة عين وفعلا انتقل طلع أسس مدينة شامر وانتقل إليها أول أمر شوها معشكر ثم تطورت فيقولوا لنحن نقاتلك نقابلك بدعاء الشحر هذا الدعاء هذا جيش يقولوا ما هذا جيش لا أقوى على قتاله فهذا الوقت معدل اشتجابة الدعاء يعني من الأوقات الحبيبة إلى الله عز وجل أن يدعى أن يدعى في هذا الوقت هذا شبب السبب الثاني أن هؤلاء يشتغفرون بالأشحار كأنه حالة الانقطاع والبعد عن الرياء تتوفر في هذا الوقت ليش؟ لأنه الإنشان أحيانا قد يشوف نفسه مقبل على الله يعتري شيء من الزهو أو يلحظ أن اللي ينظر إليه كون يتقيد شوية بمن ينظر إليه لكن إذا بينه وبين الرب لا يقابل على شجيته يعني ماكو تعمل ماكو تكلف ماكو رياء وإنما مقابل على الشجية رأسا يتجه إلى الله لأن الله مطلع عليه حتى تصنع همائك وإن كان إحنا عندنا يعني واشتحب أن الإنسان لما يدعو يكون على وقار على طهارة على نظافة على انقطاع إلى الله لكن وراء هذا كله شنو أن تكون الشؤال شؤال فطري طبيعي يعني متجه كله بحاجته متجه بحاجته لأن العبد كله حاجة والله عز وجل كله عطاء في يضع حاجة بين يديه لا بدون تكلف أنت شايف أكو هذا عرابي يجي وشوي الدنيا ممحلة وأغنامة تريد تموت وجايك منفعل بيد خيزرانة ويوم للشماء رب العباد ما لنا وما لك أنزل علينا الغيث لا أبالك ها شو كان ما يخاطم لفرج واحد الصور فدلون يعني من الدعاء بلا تكلف ها ما بي بين قطاع بي لوعة ما بي تصنع هو الله عز وجل ربه القلوب ها هذا القلب الواله المنقطع إلى هاي ها ثاني حرم الباري عز وجل من العطاء فالإنسان شوي بعيد عن الرياء بالشحر دعاء الشحر في الواقع الإنسان فيها الوقت هو بعيد عن الرياء هاي اثنين ثلاثة يقولون وقت حصاد المغفرة هو هذا شلون يعني وقت حصاد لأن يشتغفر هاي مثل يستحصد نبه يقولون استحصد الزرع يعني يبس صار معد للحصاد هذا استغفر يعني صار معد علما لتلقي الغفران من الله عز وجل كأنه وقت يغذق الله عز وجل فيه العطاء وقت يغذق الله فيه العطاء على عبده بشا قديش الشائل يقول أليس الله عز وجل يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا كان الإنسان أقرب الله عز وجل أقرب إليه من حبل وريده ويعرف حاجته ويعرف نقصه شنو الداعي يعني للشؤال الموجب للشؤال يقول لك أحد الأدعية علمك بحالي يغني عن شؤالي مو الشكل ولذلك يقولون أن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما ألقاه النمرود إلى النار اعترض جبرايل بين الشماء والأرض قل لك حاجة قال علمه وبحالي يغني عن شؤالي ويدري أنا على شنو أنا أسألة ليش ويعرف حاجتي بعد ما في حاجة إلى السؤال زين في مثل هالحالة ما يكفي أن الإنسان مكشوف كل أمام الله كل حاجة وانقطاع إلى الله وضراعة قل ليش إلا دعاء واقع كأنه من كمال العبودية من كمال العبودية أن الإنسان يشعر بنقص ويطلب من ربه إكمال النقص نبه لي الله تبارك وتعالى يريد أن العبد يشعى للتكامل يرتفع إلى مستوى العبودية خليشعر بأن حاجة وبأن المعطي هو الله وطبعاً كلما ألح بالدعاء أكثر كلما ألح كان موضع رحمة الله أكثر لأنه إذا الناش عدنا إحنا بالدنيا عادة إذا واحد يلح بالسؤال يضوجون منه لكن الله تبارك وتعالى لا يبرمه إلحاح الملحين مهما تلح عليه نعم هو يجداد عليك عطاء كلما ألح عليه هو يعطيك أكثر وأكثر لا يرد شاهله ولا يخيب آمله وبطبيعة الحال الدعاء هو من المعصوم بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية من الأب الأب أو الأم دعاؤهم إلى ولدهم دعاء بطبيعة الحال الله عز وجل يجعل موضع عطف وموضع رحمة لأن الأب عند انقطاع عندما يدعوه ولذلك بهذا الوقت وقت الشحر الله عز وجل يأمرنا أن نشتغفر لآبائنا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني ستلوا الرحموني ارحمهما لأنهم مصدر من مصادر الرحمة بالنسبة إلى الولد ما في شك أن قلب الأب وقلب الأم بالنسبة إلى الولد لا يحد مدى عطفه وشفقته عليه في واقع الأمر أن الأبوين أو أن الأبوين إذا دعوا إلى الولد ما في شك أن دعاهم بالنسبة إلى الولد دعاء يكون موضع عب في الله وموضع رحمته لأن الأبو ينقطع بالدعاء والأم بالذات تنقطع بالدعاء لهذا لهذا الحسين دعا لولده ودعا على قاتل ولده لأنه لما طلع علي الأكبر ما تدري شأخذ من نفس الحسين يا أخي هذا الرجل المملوء نبل اللي كان يبكي للجيش الجيش اللي طالع يقاتل يبكي لهم مع ذلك نشوفه لما نزل علي الأكبر إلى الشاحة يضطل حسين يرفع رأس بشيء من اللوعة يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برج إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض ومزقهم تنزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قدادا غريب يعني كالحشين يظهر في ذروة الألم في ذروة التأثر منهم وبرج وبرج علي الأكبر وعين الحسين تلاحقه ورجع وعين الحسين تلاحقه وشقط وعين الحسين تلاحقه الذي عاد بادر إليه أقبل إليه أخذ رأسه وضعه بحجره فجثا وأقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامع ودماء يا رب قد قتلوا شبيه محمد أنجل بشاحتهم عظيم بلاء يا علي يا ابن وبذلية حل الموت يا ولد تمنيات عمود الوساط يا شاهي للبيت أنا بش جيت وب آيات شرد يبني العد ظهر حني آيات الحسين يقولهم للهاشميين يحملوا أخاكم والله لا طاقة لي على حمله ما استطيع أنا حمله ما إلي طاقة أحمله أحمله بن هاشم أقبلوا به إلى الخبا طرحوه بين القتلى جلس الحسين يمسح الدم والتراب عن وجه عين أتك على لina لطاة لمر تالي في جعنبك داري لنوحاً عليك بدري يجري تلك الوجوه المشرقات كان الأقمر يسبح بغدير دمائي خضب وما شاب وكان خضاب بدم من الأوداج ربي نشألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وشعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا برحمتك يا الله اللهم من أصبح أو أمشى وله ثقة أو رجاء غيرك فأنت ثقتنا ورجاءنا في الأمور كلها فاقض لنا بخيرها عاقبة وعافية ونجنا من مضلات الفتن وارحمنا وأهلينا وذوينا كرامة لنبيك محمد الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة و vest far 찰حة عاقبة شكرا